البارحة لعب فريق نيو كاسل يونايتد الإنجليزي أول مباراة بعد استحواذ السعودية عليها إذا كنتم مهتمين بالنتيجة فقد خسر أمام توتنهام ثلاثة اثنان لم تخفي جماهر نيو كاسل فرحتها بانتقال ملكية ناديها إلى ملاك سعوديين كثير من المشجعين آثر الحضور بالزي العربي البعض ارتدت دشداشة آخرون بالقطرة أو الحطة والعقال كبار صغار من الجماهير كانوا متفائلين بأن المالك الجديد ربما يساهم برفع أداء النادي وتفادي الهبوط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى يتذكرون نهضة ماستي بعد شرائه من الإمارات وكانت هائلة أطفال حضروا أيضا المباراة وكانوا يحملون ألعابا على شكل جمال في تعليقات المتابعين أحمد الباري أحمد الباري يقول في تغريدته جمهور ونادي نيو كاسل مدام تضخ أموال النفط في ناديهم وجيوبهم فإن الإنجليز سيلبسون العباءات ويحطون القطرة فوق روسهم عبد الإلهي يقول هل تعلمونه وش الانتصار الحقيقي اليوم؟ والله ما هو فوز الاتحاد لكن خسارة نيو كاسل أضحك على خسارة نيو كاسل خسارة نيو كاسل في أول مباراة بعد الاستثمار وهذا السعودي يعتبر فشل ذريع في الاستثمار محمد الحربي يقول خسارة استفتاحية راحت قروشك يا صابر وعند الدقيقة الواحدة والأربعين من زمن المباراة توقف لاعب توتنهام سيرجيو ريجيلون سيرجيو توقف عن اللعب ثم ذهب إلى الحكم أخبره أن هناك شخصا بين المشجعين على المدرجات وكأنه مصاب بأزمة قلبية أوقف الحكم المباراة وأبعد اللاعبين واستدعى فرق الإسعاف والطواقن الطبية لإنقاذ الرجل تم إنقاذ الرجل وإن عاشه مباشرة ونقله إلى المستشفى ثم استؤنفت المباراة اللاعب قال في تصريحات بعد المباراة رأيت الرجل مستلقيا كنت متوترا للغاية ذهبت إلى الحكم وقلت انظر إلى هذا لا يمكننا اللاعب بهذه الطريقة يجب أن نوقف المباراة المشجعون طالبون بالتوقف محمد أبو تريكا كان يعليق على المباراة على قناة بيئن سبورت شاهد ما حدث للمشجع فانسحب من الاستوديو التحليلي وهذا ما قاله فمعليش أنا خرجت برر الأجواء سأزن السيد المشاهدين واستأزنكم طبعا اللي أنا مش أقدر أستكبر اللقاء أنت براحتك وأنت بقيت على العين والرأس سأحاول أنا بعد ما ترجع سأحاول معك في جلسة خاصة كذا من شاهد موقف أبو تريكا علق على ردة فعله نسر الكونكفو يقول إنسان فاهم كويس جدا إن الكرة مجرد لعب له وأمهما كانت الفلوس والشهرة والأرقام القياسية كل هذا صفر أمور دنيوية لا تقاس ببصلة بجانب الصحة واحترام الإنسانية والأخلاق تحياتي محمد جاب الله يقول حركة زي دي لواحد من فيه في بلد غريب ممكن تكلفه أكل عيشه والمكان اللي قوي بس هو عملها بتلقائية وتأثر واللي شاف عشرات المشجعين بيموتوا على إيديه في بورس عيد وزميله بيموت في الملعب حيحسي بتريكا مالكونا دنيو كاسل يونايتد لم يعلقوا وهما السعودي ياسر الرميان وأماندا ستفيلي تابعا المباراة من على المدرجات لم يرد منهم أي تعليق بعد خسارة فريقهم في مباراته الأولى مدرب نادي نيو كاسل يونايتد اسمه ستيف بروس اعتبر أن الملاكة الجدد جيدون متفهمون بالأسابيع الماضية وحضور الجماهير الغفيرة كان شيئا رائعا للغاية شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة واعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة